مشاهدين عنه واحد الوقت اللي زملنا محمود جميل اللي موجود معنا في العريش لتعرف منا على آخر تطورات ومستجدات وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة صباح الخير عليك صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا بسانت وصباح الخير عليك يا مصطفة بنصبح عليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان بنرحب بيكم من مدينة العريش بنتابع معكم طبعا كل الجهود المصرية المبذولة في تجهيز واستقبال وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين يمكن تحديدا إحنا موجودين أمام المخزن والمركز الاستراتيجي للهلال الأحمر بمدينة العريش اللي بيستعد الآن لاستقبال زيارة هامة وهي الوزيرة الهولندية سجرة كاغ وهي كبيرة منصقي الأمم المتحدة ومنصقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة هذه الوزيرة هي الزيارة الأولى لها عقب تعيينها من قبل الأمم المتحدة بعد قرار مجلس الأمن فيما يتعلق بزيادة دخول وطيرة المساعدات لقطاع غزة مبارح هي التقت بالسفير سامح شكري في القاهرة وأكدت كمان على الجهود المصرية وكان السفير سامح شكري أكد على دعم مصري لها في المهمة اللي هتقوم بها طبعا في خلال زيارتها النهار ده هي دلوقتي وصلت مطار العريش وفي طريقها للمركز الاستراتيجي للهلال الأحمر هتقوم بتفقد كل المساعدات والشاحنات الموجودة هنا والجهود اللي بتقوم بها جمعية الهلال الأحمر في تجهيز المساعدات الإنسانية وهتتجه مباشرة إلى معبر رفح لتفقد المساعدات الإنسانية هناك وربما ستدخل إلى قطاع غزة وهذه الزيارة هي مهمة ومرتقبة لأن الجميع ينتظر هذه الزيارة ليكون فيه تطورات جديدة الخاصة بدخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لأن الشاحنات اللي بتوصل أو عدد الشاحنات اللي بيوصل للجانب الفلسطيني غير كافي لتلبية احتياجات الجانب الفلسطيني من المواد الجذائية أو المسلزمات الطبية وإحنا هنا في المكان اللي احنا موجودين فيه تحديدا فيه عدد كبير من الشاحنات المصطفى على جانب الطريق والشاحنات كمان اللي بتجهز جوه في المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر ففيه عدد كبير جدا لكن الإجراءات التفتشية اللي بتكون موجودة من الجانب الإسرائيلي على معبري منفذ أو منفذي العوجة وكرم أبو سالم الإجراءات التفتشية دي طبعا بتعوق وتحول دون وصول أكبر عدد من الشاحنات فبالتأكيد وجود المنصقة الأممية اليوم هي زيارة هامة يعني يكون فيه تطورات لدخول أكبر عدد من المساعدات هذا بالإضافة إلى الاستمرار في دخول المساعدات الإنسانية آخر ما دخل بالأمس من خلال بوابة معبر رفح المصري بنتكلم عن 119 شاحنة اتوجهوا لمنفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 93 شاحنة لمنفذ العوجة كل هذه الشاحنات محملة بعدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالإضافة بالطبع إلى الاستمرار في استقبال الجرحة والمصابين نبارح كمان المعبر رفح استقبل 22 مصاب و43 مرافق كل المصابين بيتم تقديم الخدمة العلاجية أو الحجر الصحي لهم داخل المعبر وأيضا توفير الوحدات السكنية للمرافقين لهم وطبعا بيتم نقلهم على المستشفيات الموجودة سواء هنا في مدينة العريش أو حتى في محافظات مدن القناة وكمان القاهرة والعاصمة الأدارية الجديدة نبارح كمان طبعا كلنا تابعنا وشاهدنا وصول الصحفي وائل الدحدوح ونجاح السلطات المصرية في إدخاله عبر معبر رفح ولتوجهه إلى دولة قطر لتلقي العلاج وكان في إشهادات كبيرة جدا سواء من نقابة الصحفيين أو حتى من الصحفيين والمراسلين المتابعين للملف ده وإشهادة كبيرة بجهود الدولة المصرية في نجاح إدخال الصحفي وائل الدحدوح بالتأكيد اليوم هذا المخزن أيضا فيه عدد كبير من المساعدات التي قام الجانب الإسرائيلي بعودتها مرة تانية إحنا بنتكلم عن مساعدات خاصة بالطاقة زي المولدات الكهربائية واسطونات الأكسجين الجانب الإسرائيلي أثناء الإجراءات التفتيشية اللي بتتم في منفذ العوجة وكرمة أبو سالم في بعض المساعدات بترجع فالمساعدات دي بتكون موجودة هنا في أحد الأماكن الخاصة به الهلال الأحمر المصري بيتم اطلاع كل الوفود اللي بتيجي للمخزن بيتم اطلعهم على المساعدات دي إن الجانب الإسرائيلي متعنت في دخول هذه المساعدات فبالطبع يعني بيكون فيه تقرير بيتم من قبل كل الوفود اللي بتيجي وبتزور المساعدات دي إنه هم يبحثوا عن آلية لدخول هذه المساعدات لأن كلها مساعدات خاصة نتكلم عن اسطونات الأكسجين فطبعا مهمة في المستشفيات اللي بتنهار هناك بنتكلم حتى لعب الأطفال فيه لعب أطفال بيمنعوا دخولها وبيرجعوها مرة تانية وهنا تأكيد على نقطة مهمة جدا إن عدم دخول أكبر عدد من الشحنات أو عدد أكبر من المساعدات للجانب الفلسطيني هو سبب الجانب الإسرائيلي وتعنت الجانب الإسرائيلي والإجراءات اللي بتتم من الجانب الإسرائيلي وليس من الجانب المصري بوابة معبر رفح من الجانب المصري مفتوحة ولم يتم غلقها يوما واحدا ويتم دخول الشحنات التي يسمح الجانب الإسرائيلي بدخولها نظرا لإجراءات التفتيشة التي تتم ونظرا أيضا لتعنته بدخول بعض المساعدات وعودة بعض المساعدات الأخرى فبالتالي بالنسبة للجهود المصرية مستمرة لإدخال كل المساعدات الإنسانية وبالتأكيد نحن في انتظار وصول الوزيرة الهولندية سجرة كاج منصقة الشؤون الإنسانية وعادة العمار في قطاع غزة التي ستبدأ بزيارة هم اليوم داخل هذا المخزن وأيضا معبر رفح البري ونتمنى بعد هذه الزيارة أن يكون هناك تطور في دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية هذه هي الصورة من مدينة العريش وتفاصيل الخاصة بالزيارة وبالتأكيد سنتابع معكم كل التطورات الجديدة الخاصة بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة برجع لكم مرة تانية بسانتو مصطفى شكرا لك محمود وبالتأكيد كل الكلام اللي أنت قلت كان أكدت عليه إحدى بانات وزارة الخارجية واللي قالت فيه أن ما حدث ليس له علاقة خالص بتعنت الجانب المصري في وصول المساعدات للجانب الفلسطيني بالعكس معبر رفح من جانب بسانت مفتوح بتخش منه كل المساعدات ولكن عندما تدخل التفتيش من الجانب الإسرائيل ربما يرى أنها بتشكل خطر عليه يعني الحاجات اللي ليها علاقة بأموبة أكسجين يقول لك أن دي ممكن تستخدمها المقاومة يقول لك مش عارف إيه التعنت الواضح طبعاً اللي بيحصل دايماً بالزبط كده ولكن في النهاية إحنا فاتحين كل الأبواب وبندخل كل المساعدات ونتمنى أنها كلها توصل لأهالينا في قطاع غازة بالتأكيد